بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في قناة بودرة تاك لمعلومتها فيديو اليوم هو يخص بالنسبة للفيديوهات السابقة في قوائم تشغيل بلايليست تلفاز أندرويد وضعنا كيفية البحث في اليوتيوب ولكن الإصدار اليوتيوب الخاص بشاشات التلفاز لا تدعم اللغة العربية تدعم بصوت يمكنك البحث بصوت وهناك فيديو في القائمة تشغيل كيفية البحث بصوت لكن بعض الأخوة في أسئلتهم يقول كيف نقوم بالبحث بالكتاب باللغة العربية سوف اليوم نشرح كيفية البحث باللغة العربية بالكايبورد أو لوحة المفاتيح باللغة العربية هذا في فيديو اليوم فيديو سوف لن نطيله كثيرا ولن نختصره لأن بعض الأخوة يقول لك لم تشرح جيدا وبعد أخوة يقول لك أطلت في الفيديو نحاول أن نلم بالموضوع هناك بعض التطبيقات التي استعملتها سوف تجدون كما ترون هذا الرابط يخص كامل البرامج أو التطبيقات التي استعملتها في هذا الفيديو التطبيقات التي استعملتها كما سوف ترون هي 4 أو 5 هذه كلها استعملتها في هذا التلفاز أندرويد وقد وضعت فيديوهات يخص كيف نقوم بتثبيتها إلى آخره ما نرجو منكم لدعمنا في مواصلة الفيديوهات عن التلفاز أندرويد والتقنية بصفة عامة ما هو دعمنا بالاشتراك والضغط على الجرس واللايك والكومنتر لأنكم بدعمنا هذا بوضعنا بوضع اللايك والكومنتر والجرس والاشتراك تدعمنا لكي نضيف فيديوهات أخرى وسوف ننتقل مباشرة إلى هذا الفيديو أولا هذا التلفاز التلفاز سوف أشرح من التليفون هكذا من السمارتفون وسوف أشرح كذلك من الديو ركورده وهذا أبليكاسيون تضح في التلفاز تطبقها في التلفاز أو تثبتها في التلفاز وتقوم بمشاهدة أو تسجيل ما تقوم به في التلفاز مباشرة سوف أقوم بجهتين سوف أضع في هذا الفيديو جهتين مرة بالتلفاز لضرورة ومرة بالهاتف من التصوير الخارج مثلا هذا الابتويد هذا برنامج رائع وأنصحه بتثبيته في تلفازك اندرويد أي تلفاز اندرويد يمكن تثبيت هذا التطبيق يغنيك عن أي تطبيقات أخرى لتحميل ابتويد وفي تحديثات جديدة إلى خيره سوف تجدنا الرابط أسفل الفيديو في الوصف نكتب ماذا نكتب؟ نكتب هذا الإصدار من اليوتيوب هذا إصدار رائع سمارت يوتيوب كذلك هذا الابتويد من ميزاته أنه يقبل اللغة العربية يمكنك كتابة باللغة العربية سمارت يوتيوب تيفي هذا هو الإصدار الخاص بسمارت يوتيوب هذا يوتيوب خاص بشاشات الهاتف وشاشات الاندرويد التلفاز إلى أخيره الآن سوف نرى كيف نقوم بالتثبيت لأن هناك بعض التطبيقات يمكنك الآن سوف نقوم كيف نقوم بتثبيته يرجى التتبع إلى الأخير لأن هناك بعض الرقلات يعني ننتظر أن يقوم بتثبيته أوكي فتح هذه هي الواجهة الخاصة الأولى نضغط على سيتينك هنا سيتينك يمكنك إضافة أو حذف أي ماذا تريد يعني نستطيع الواجهة ايها التخليها بفردية تتركها كما هي أنا تركتها كما هي ونتملك الاختيار لنغاج تضغط على العربية بالنسبة للإخوة الذين يريدون البحث باللغة الاتفاق المعبيه هناك الذي يبحث باللغة الفرنسية و باللغة الإنجليية هنا أنصح أنك تضع LTE هذه التي وضعتها لماذا؟ حتى وإن كان عندك الانترنت قوية هذه هي التي تناسب الفيديوهات ولا يقوم باقتطاع الانترنت لأننا لدينا الانترنت لدينا الانترنت في بعض الأحيان يطلب منك تثبيته عندما تضغط على OK يقول لك تثبيت CROSS WORK تضع على OK ثم نضع هذا الخيار الأول نقوم بالتخطي ونذهب الآن إلى التلفون ونقوم ماذا؟ بالفيديو اليوتيوب الخاص بك اليوتيوب الخاص بك في هاتفك نقوم بربطه ب يوتيوب سمارت يوتيوب تيفي كيف ذلك؟ نضع YouTube.com activate هذا الهاتف الجهة اليسرى الهاتف والجهة اليمنى هو التلفاز أنا أقسم الشاشة على إثنان هنا لكي يفهم الإخوة اليسار YouTube activate في Google Chrome أو Firefox نضع YouTube activate مثل ما يوجد في شاشة التلفاز ونضع كود هذا ثم أدخل الغنب التالي F, X, X, M, Y يعني كل واحد عندها كود يعني لا يجب أن يكون عندك هذا كود يعني يأتيك كود واحد آخر هذا لكي نربط حساب اليوتيوب الخاص بك في التلفاز لكي أنا أنصح أنصح بأن تربط لماذا؟ لتفادي بعض الإشكالات إلى آخر يمكنك أن لا تربط لكن الربط بحساب هو أحسن أي استفسار؟ لا أنا في الخدمة أضع في كومنتر أي استفسار أو برنامج تريد أن تضعه في أي تلفاز نحن في الخدمة ما عليكم سوى مساعدتنا في الاشتراك والضغط على اللايك وكومنتر والدرس لأنها تساعدني لمزيد من الفيديوهات إن شاء الله أوبرسون غيست يعني قد قمنا بربط حسابنا في اليوتيوب في الهاتف مع التلفاز كما ترون مرحبا مرحبا الآن سوف نبحث إن كانت سوف تكتب العربية كما ترى كنا بالصوت يمكننا الكتابة بالصوت فقط في اليوتيوب العادي وقد وضعت فيديو كذلك السابق والآن سوف ترون أنني أكتب العربية كورونا فيروس وهو وباء العالمي اللهم نجينا اللهم أحفظ بلدنا الجزائر وسائل بلاد المسلمين يا أرب العالمين وأنصحكم بالبقاء في المنزل إلى غاية زوال هذا المرض إن شاء الله لأننا لا نملك الإمكانيات ما يملكها الدول الأوروبية وبالرغم من ذلك لم يستطيعوا على هذا الوباء مثلا بادر تيك نو 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 يعطيني فيديوهات الخاصة به هذا مجرد شرح ومثال لكي نعرف بأنها تكتب العربية الفرنسية إلى آخر هذا أنا أنصح فيه مدام كذلك أنه خفيف هذه فيديوهات خاصة بكلها يرجى الإطلاع عليها إذا كان لديك والبرتاج لهذا الفيديو من فضلكم مثلا هذا الفيديو الأخير هذا هو البرنامج وأنا أحذر برنامجين ثنين وآخر يوتيوب آخر وبرنامج تطبيق آخر عفوا تطبيق آخر لسوف إذا وضعته سوف لن تخرج من المنزل بمعنى في الحجر المنزلي هذه بصفة عامة الآن سوف نحاول أنني نخرج البرنامج نضع له شورت كات في الخارج كيف ذلك نبحث عن البرنامج هذا ليس البرنامج البرنامج هو سمارت يوتيوب تيفي إذا وجدته تضغط هكذا مثل مثل البرنامج هذا تيفي أبروبو وسوف تجدنا الرابط أسفل الفيديو شرحي كيف نعمل به هذا سوف نخرجه إلى الخارج وهذا الذي يخص تسجيل شاشة التلفاز في الأخير هذه بصفة عامة عن تطبيق سمارت تيفي يوتيوب تيفي تطبيق رائع 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 وأكثر من رائع أنصحكم بتطبيقه في الأخير نشكركم وندعوكم إلى الاشتراك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك وضغط على اللايك والكومنتر وأي استفسار نحن في خدمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة